بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند بالتأكيد حلقة النهاردة فيها تفاصيل وكواليس في ظل المستجدات الموجودة على الساحة الرياضية وتفاصيل كتير قوي موجودة في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة الدور فيلس والموسم خلاص انتهى والفترة الجاية فيه أجازة وراحة سلبية ما حصلتش منذ فترة طويلة لكن دايما للسوشيال ميديا أي موضوع بيبقى تريند أي خبر متعلق بالنادي الأهلي بيبقى تريند تريند دايما للنادي الأهلي في صفقة في معلومة في قرار النادي الأهلي دايما بيكون هو المحتوى الأساسي لأي موقع تواصل اجتماعي أو حاجة أي شيء على السوشيال ميديا تويتر انستجرام أو حتى فيسبوك بالتأكيد حالة النهاردة فيها تفاصيل كتيرة وعن أستعرض بعض الموضوعات وكل حاجة جمهوري نادي الأهلي بيسأل عليها عبر السوشيال ميديا النهاردة هنجاوب عليها وعنقول لكم تفاصيل لبعض المفاهيم وبعض المعلومات اللي ممكن تتكتب بطريقة مش معروفة للناس أو مش مفهومة للناس هنحاول نوضحها ونقول لكم القرار الصح فيها إيه بالنسبة للنادي الأهلي شيء متعلق بفريق الكرة خلال الفترة القادمة إزاي بيستعد فترة راحة سلبية هيستعد لإيه بعد العودة من الراحة السلبية كأس مصر الفترة اللي جاية هيكون فيه كأس مصر ولا هيستكمل ولا هيكلغي الدورة هيبدأ إمتى؟ الدور نظامه إيه؟ هنتكلم عن كأس العالم للأنديا هنتكلم عن السوبر الإفريقي هنتكلم عن كل حاجة موجودة في السوشيال ميديا لكن خلونا نبدأ حلقتنا بي سؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة النهاردة عايز عرف رأيكم ووجهة نظركم وتوقعاتكم لمصير بطولة كأس مصر بعد قرار اتحاد الكرة راحت الأندية لغاية أو حتى 21 ستمبر المقبل معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من أراكو وعايز عرف وجهة نظركو في هذا القرار اللي تم اتخاذه بالأمس من قبل اللجنة السلسية للاتحاد المصري لكرة القدم لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي الجهاز الفني للأهلي يدرس مد راحة لللاعبين في الترند المحلي المنتخب يختتم استعداداته لمواجهة أنجولا وفي الترند العالمي رونالدو لفاجسون عط من أجلك عودة كريستيانو رونالدو بالتأكيد إلى نادي منشاسترونيتد من أبرز الصفقات وأبرز الانتقالات اللي تمت خلال الصيف الجاري في موسم في تفاصيل كتير في موسم الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية لكن قبل ما اختب واطلع إلى فاصل النهاردة ذكرى وفات طبعا نجم كبير واسم كبير وشخصية كانت عظيمة خلال فترة وجوده في النادي الأهلي مع منتخبنا الوطني الكابتن محمد عبد الوهاب مرت يعني بنتكلم في حوالي 15 سنة السنين مرت بسرعة لكن مش قادرين ننسى مش قادرين ننسى اسم وشخصية وقيمة كبيرة جدا كانت عايشة ما بيننا هو الكابتن محمد عبد الوهاب يوم 31 أغسطس عام 2006 الساعة العاشرة صباحا في ملعب التتش بالجزيرة كان الخبر المؤلم اللي بالتأكيد ده كان صدمة لكل المتابعين للقرى المصرية أو حتى مش المهتمين بالقرى المصرية خبر وفاة محمد عبد الوهاب في اليوم ده يمكن أنا كنت موجود في ملعب التتش بالجزيرة بتابع المران وكانت بالنسبة لي لحظات مش قادر أفهمها ولا أستوعبها لعب بيقع بالقرب من المرمة وفي التأسيمة ومفيش أي احتكاك فجأة اللعبة كلها جريت عايزة تعرف فيه إيه مين يا جماعة محمد عبد الوهاب وقع في وقتها ما تحركش خالص جري واقل رياض ده شيتوس جاب العربية بتاعته كانت موجودة قدام جهاز الكورة في مقر النادي بالجزيرة دخل بسرعة بالعربية لغاية ملعب التتش لغاية الآخر جوه كنا نستغربنا قلنا جماعة وإيه يعني احنا توقعنا ممكن يكون عنده شدة عنده أصابة لكن لما دخل واقل رياض بالعربية ده كان فيه صدمة وكان فيه إحساس أن فيه حاجة لقدر الله ممكن تكون كبيرة بصرع على طول بعد ما تحرك واقل رياض وكان الكابتن حسام البدري وقتها كان موجود بصفة مدرب عام لأن ملعب الجزي كان في أجازة ودكتور إيهاب علي كان في العربية مع محمد عبد الوهاب في ظرف عشر دقائق بالضبط كان الأهلي أو كان الفريق على طول موجود كله في إحدى المستشفات في الضقق القريبة من ملعب التتشي بالجزيرة الموضوع بالضبط بدأ حوالي الساعة 9 ونص عشر قبل الساعة 11 اللي ربع كان خبر وفاة محمد عبد الوهاب في وقت سريع جدا وبدون أي مقدمات طبعا يعني البقال الله لأسرة اللاعب محمد عبد الوهاب والدة محمد عبد الوهاب ودائما محمد احنا بنتذكره دائما محمد من الشخصيات الجميلة جدا مش هتكلم عقورة إطلاقا باتكلم على الشخصية اللي كانت لها رسائل في اللحظات الأخيرة ما استوعبناهاش وما فهمناهاش غير بعد وفاة محمد عبد الوهاب والغاية اللحظات دي بنتذكرها قال جملة شهيرة جدا في وقتها لما كان ساعتها نادي الزفرة الإماراتي عايز يسترجع محمد عبد الوهاب بعد نهاية الأعارة وكان بنسبة كبيرة راجع وهو كان مصر يكمل مع النادي الأهل قال أنا ما أقدرش أخلف وعدي مع النادي الأهل لأن النادي الأهل عمره أخلف وعده معايا الجملة دي كانت جملة شهيرة بنتذكرها بعد 15 سنة لأن المعدن الطيب ده وليل جدا جدا لما تشوفه في لاعب كورة زي محمد عبد الوهاب ودلوقتي وإحنا شايفينه هولي بيحصل في الكورة بشكل عام شخصية من الصعب إنها تتعاوض لن ننساك يا محمد أعلم بحضركم من جديد وفقرة ترند الترند ترند الترند احنا دايما معاودينكم بيكون فيها كل التفاصيل اللي دايما السوشيال ميديا بتسأل وبتتكلم وعايزة تعرف الجديد وإيه المفيد كمان بالنسبة للآله خلال الفترة اللي جاية من المبارح طبعا بعد قرار تأجيل قرعة الدوري اللي كان من المنتظر إقامتها اليوم أو إجراءها اليوم في مقر اتحاد الكورة بالجمالية الساعة العاشرة صباحا وتأجيل القرعة لأجل غير مسمى ومنح الفرق راها حتى 21 تسعة الناس بتسأل بقى طب التأجيل ده جاي ليه بناء على إيه مطشوات الكاس وضعها إيه الوضع العام بالنسبة للقرى المصرية الفترة الجاية هيكون إزاي طيب فكرة أني طبعا الدوري خلص فهنعمل قرعة فأجلنا القرعة للفترة اللي جاية كان من المفترض أن ده يتخذ أو القرارات دي ما تكونش موجودة لكن ده حصل بسبب أن فيه اجتماع يتعامل للأندية بعد نهاية الدوري في أقل من 48 ساعة المفترض الناس كانت تاخد أجازتها وتاخد راحتها وبعد كده نبدأ نشوف الفترة الجاية نشتغل عليها إزاي لأن بعد الاجتماع ده الوضع يتغير والموسم الفترة الجاية أكيد فيه رتبطات كتير فمهما قالت الأندية من اقتراحات أكيد اتحاد القرى في النهاية وصاحب القرار الأول والأخير هو سمع الأندية والأندية قالت حكتين الاتحاد أصبح ما بين نارين يعني ياخد قراره ولا ما ياخدش قرار الأندية في الاجتماع كانت بتتكلم على فكرة أن لازم اللعيبة تاخد راحة سلبية ده شيء مفروغ منه كلنا متفقين عليه الشيء الثاني أن الأندية عايزة كاس مصري تلعب فالتحاد القرى أصبح ما بين نارين هلعب الكاس إمتى وهد الراحة إمتى ما لو لعبت الكاس يبقى بالتالي ما اديتش راحة ولو وديت راحة يبقى بنسبة كبيرة أنا مش هلعب الكاس هي دي الأزمة هي دي المشكلة ما بين قصينها هي الجملة كانت كده هلعب الكاس تب هد الراحة إمتى تب لو وديت راحة الكاس عايبقى وضع إيه كاس مصر للفترة اللي جاية بالتالي اتحاد القرى شاف الأفضل للفترة الجاية ندي الراحة السلبية ودي راحة تلت أسابيع لغاية واحد وعشرين تسعة طيب فيما بعد أو ما بعد واحد وعشرين تسعة إيه المتوقع خلال الفترة اللي جاية أولا عشان بس نبقى متفقين في الجزئية دي النادي الأهلي لم يرفض أنه هو يشارك في كاس مصر يعني البعض طلع وقالك الاهلي رفض المشاركة في الكاس وتزعم فكرة أنه مش هلعب كاس مصر النادي الأهلي لم يرفض في هذا الاجتماع بشكل رسمي أنه مش عايز يلعب كاس مصر النادي الأهلي قال هلعب كاس مصر وهلعب كل البطولات بس يبقى عندي مدة زمنية وراحة الفترة اللي جاية مش هقل من 4-5 سيام بين كل مباراة وأخرى ومش هقرر نفس اللي حصل في الدور العام ده كان رأي النادي الأهلي وأعتقد رأيه كان واضح ومعلن منذ البداية ومنذ الأحداث اللي شاهدتها مباراة الدوري في المرحلة الأخيرة فبالتالي عشان بس البعض يتزعم أن الأهلي طلب تأجيل الكاس أو عدم إقامة مباراة الكاس النادي الأهلي لم يطلب عدم إقامة مباراة الكاس النادي الأهلي التزم منه يلعب كاس مصر بس مدد الزمنية والراحة الزمنية ما بين كل مباراة والتانية مش هقل من 4-5 سيام وده شيء منطقي وطبيعي وأي اتحاد في الدنيا لما بيحدد مباراة ده الشيء الطبيع ما بين كل مباراة أخرى 4-5 سيام أضغطك 3 سيام أو يومين ما بين كل مباراة والتانية ده بيحصل كده شهر في السنة أسبوعين أو 3 في الدور كله لكن ما تبقاش المسابقة كلها ما تبقاش السنة كلها خلاص دي نقطة التفاني عليها نقطة التانية ما بعد 21-9 وضع كاس مصر هيبقى إيه الاتحاد حاليا ما بيننا رين برضو هو فيه اتجاه أقرب لدى الاتحاد أن كاس مصر لا يستكمل وفي نفس الوقت كمان فيه اتجاه أن يكون فيه اجتماع مع الشرق الرعي للاتحاد للاتفاق على هذا الأمر لأنه لازم الناس تبقى عارفة أن مسابقة كاس مصر تبقى للحقوق والحقوق التجارية مسابقة الكاس هي ملك اتحاد القورة وبيتم تسويقها من ضمن الحقوق التسويقية لدى اتحاد القورة فبيتفي مع الشرق الرعية على الطريق أو الإجراء اللي ممكن لو المسابقة تلغت ما يكونش فيه أضرار ما بين الجانبين سواء الاتحاد أو حتى الشرق الرعي عموان ده قرار الاتحاد هيتخذ خلال الفترة اللي جاي الشيء الكويس إن فيه راحة سلبية لغاية 21-9 طب الخطوة اللي جاية هتكمل الكاس بعد 21-9 وعتحدد الفترة اللي جاية هتعمل إيه وهتلعب الدوري هل منظرين ولا هتلعب دور واحد ولا هتلعب مجموعتين كل دي برضو تفاصيل لسه للتحاد بينقشها الفترة الجاية هي الفكرة لو عندنا لجنة المسابقات هنبقى مرتاحين كلنا لأن لجنة المسابقات فيه أكتر من عضو فيها بيعضو يناقش وبيشوف الإيجابيات والسلبيات لكن للأسف مفيش لجنة ففي النهاية القرار هيكون لدى رئيس اللجنة السلسية خلال الفترة اللي جاية لكن عموما الأفضل الفترة الجاية إنك تبقى عارف الأجندة بتاعتك هتبقى ماشي إزاي أولا خلاص شهر تسع احنا عرفنا فيه منتخب عنده مباراتين مبارات أنجولا والجابون والأجندة تقلص سبع تسعة السوبر الإفريقي إن شاء الله هنعتكلم عليه بعد الجزء ده بس يعني تبقى للأجندة محطوط أحد أيام 24, 25, 26, 29 بعد كده عندك أجندة في شهر عشرة فيه عشر تيام في شهر عشر أجندة للمنتخب الوطني عندك في شهر 11 فيه مباراتين أيضا وأجندة حوالي عشر تيام للمنتخب الوطني عندك من 30 نوفمبر لنصف ديسمبر عندك كاس الفيفا للعرب هتتلاعب في الدوحة عندك كاس أمم إفريقيا من 9 يناير لستة فبراير العام القادم قبل ان تلقى كاس الأمم أنت عندك في أسبوعين تبقى للأجندة المنتخب بيستدعي اللاعبين عشان يستعد للبطولة فأنت تتكلم منتخب مصر من 25-12 لغاية 9-6 فبراير مشغول بكاس الأمم وعندك من 30 نوفمبر لـ 15-12 مشغول بكاس فيفا للعرب فبالتالي انت كل شهر لو لعبت لك أسبوعين ثلاثة يبقى كويس قوي هتلاقي نفسك دخلت في شهر اتنين كاس العالم للأندية هيتلاعب بعد كاس الأمم الإفريقية برضو هتكلم عن كاس الأمم لأنه فيه تفاصيل جديدة ومستجدد بخصوص هذه البطولة هتتلاعب في شهر اتنين فبالتالي انت بعد كاس الأمم عندك كاس العالم أندية والأهل مسافر عنده البطولة في اليابان ده جزئية عندك جزئية تانية دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا وكاس الكونفيدرالية عندك أربع فرق بيشاركوا ان شاء الله يعدوا مرحلة دور الـ 32 في شهر 10 وعندهم دور المجموعات عندك المجموعات من شهر 2 لشهر 4 عندك دور الثمانية في أواخر 4 عندك السيمي فاينال في منتصف مايو عندك فاينال دور الأبطال والكونفيدرالية في الإسبوع الأخير من مايو فانت كل شهر لو حطيت إسبوعين 3 ده انت كده يبقى عملت إعجاز مش هقول إنجاز فهتلاقي نفسك على 30-5 هتلعب في الدور كله لو بالشكل ده يعني لو لعبت 17 إسبوع أو 20 إسبوع ده يبقى كويس قوي بعد دعب 5-6 شهور كأس العالم لكرة القدم في الدوحة في شهر نوفمبر وديسمبر فبالتالي المسيب اللي بعدها يكون مضغوط أكتر فالاتجاه ممكن تلعب دوري من دور واحد أو دوري المجموعتين لكن دوري منظرين لو الاتحاد خد الخطوة دي الكرة المصرية للسنوات الجاعة هتبقى فيها مشكلة كبيرة وهاتبقى فيها زحمة كبيرة جدا قلت النصايح للاتحاد وقلت الأجندة والأكيد الاتحاد عنده الأجندة وعارف التفاصيل دي وعارض على الأندية لكن عموما في فترة الرحة السلبية نتمنى يكون فيه قرار قرائب جدا في هذا الموضوع طيب السوبر الإفريقي وفيه كلام كتير جدا على فكر التأجيل السوبر الإفريقي تبقى للأجندة سوبر أفريقيا هيتلعب في 24-25-26-9 والمعادة المقترح من اللجنة المنظمة المحلية في الدوحة اللي اجتمعت أول أمس اللي اجتمعت أول أمس عندها معادة مبدأة تلعب يوم الجمعة 24-9 لملعب جاسم بن حمد ملعب نادي السد في الدوحة لكن الاتحاد الإفريقي بينتظر خلال الساعات القادمة وتحديدا قبل يوم 5-9 الإجراءات والترتيبات وملعب التدريب وملعب المباراة والبروتوكول الطبي اللي هيتنفذ على الفرقتين عشان يقدر يتخذ إجراءات ويبلغ الناديين بكل التفاصيل التفاصيل دي المفروض خلال الأسبوع الأول من شهر 9 أو بحد عقصة 5-9 هيتم يعني بلورتها وإرسالها إلى الاتحاد الإفريقي عشان يقدر يبلغ الجهات المنظمة سواء الأهلي أو الرجاء أو طاقم التحكيم أو حتى الوفد الرسمي اللي هيتسافر من الاتحاد الإفريقي لكن كل شيء حاليا متعلق به اللجنة المنظمة المحلية في الدوحة اللي هتكتمع تاني بعد الاجتماع اللي تم أول أمس عشان تبلغ كل التفاصيل دي للاتحاد الإفريقي لأنه هو المنوط بإبلاغ الناديين الأهلي والرجاء فكرة تاجيل السوبر اللي بعد كده فكرة غير وردة وغير مطروحة وما فيش في الأجندة أصلاً أي معاد ليه بقى؟ وده جزء المتعلف بكاس العالم الأندية أول أمس أنا بكلم بعض المسؤولين في اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإفريقي بسألهم على كاس العالم الأندية فجأت قالوا لي أنهم جالهم أصلاً أن الاتحاد الدولي حاطت في الأجندة بتاعته كاس العالم للأندية في الفترة من 31 يناير إلى 11 فبراير من العام القادم وبالتالي ما أعلنه الاتحاد الياباني ده مواعد مخترحة الاتحاد الياباني تبقى للأجندة بتاعته لكن الفيفا لم يستقر عليها والفيفا كان حاطت معاد مبدأي من 31 يناير إلى 11 فبراير كاس الأمم الإفريقية لما تأجلت من السنة اللي فاتت للسنة القادمة وهتتلعب من 9 يناير إلى 6 فبراير أصبح فيه تضارف في الموعيد وبالتالي هناك اتجاه أن كاس العام الأندية يتلعب بعد كاس الأمم يعني تحديداً هيتلعب فيه منتصف فبراير قبل انطلاق دور المجموعات أو ممكن الأهل يلعب كاس العام الأندية وتأجل له أول مباراتين في دور المجموعات وده حصل السنة اللي فاتت لما لعب الأهل السوبر وتأجلت له أول مباراة مع المريخ السوداني في دور المجموعات فبالتالي السوبر الإفريقي زي ما احنا في شهر 9 حصلت اجتماعات في الدوحة منتظرين كل الترتيبات والكاف هيعلن خلال الأسبوع الأول من شهر 9 كاس العام الأندية الاتحاد الدولي بعك للكاف الأجندة بتاعته في عام 2022 وحاطت في المواعيد من 31 يناير إلى 11 فبراير موعد البطولة لكن بينتظر الفترة اللي جاية بعد موعد أو قبل موعد كاس الأمم إمكانية تحريك موعد كاس العام الأندية عشان يتلعب بعد كاس الأمم لأن الأهل بتأكيد مشارك في البطولة وعنده لعيبة موجودين في منتخبنا الوطن لكن كل ده هيتحدد لسه على هامش كاس العرب للفيفا أو كاس الفيفا للعرب اللي هيتلاقي في الضحى في أوائل ديسمبر القاضي يبقى إذن اتكلمنا عن البطولات والأحداث الرياضية الفترة اللي جاية والمفروض يحصل فيه دوري الفترة اللي جاية وأيضا مسابقة كاس مصر بنسبة كبيرة هتتلغي لكن فيه اجتماعات مع الشرق راي عشان يشوفوا الإجراء المتبع للفترة الجاية والدورة هيبقى شكله إزاي الحاجة التالتة اللي هتكلم عليها وده بناء على إن فيه تفاصيل كتيرة موجودة على السوشيال ميديا وناس بتسأل على جلسة مركز التسويق والتحكيم اللي كانت النهاردة في اللجنة الأولمبية بتاريخ 31 أغسطس النهاردة الجلسة كانت الحكم بخصوص طلب الأهلي الزام اتحاد الكورة بإقامة المباراة الفصلة بين الأهلي والزمالك في دوري 99 وطعن على مشاركة عدد من اللاعبين الناشئين في نادي الزمالك في اللعب في مباراة الدورة الممتاز تحديد المباراة طلاعي الجيش ومباراة الجونة بالمخالفة للليحة لأن اللعبة دي لم تستنفذ عقوبة الإيقاف في دوري 99 الذي لم ينتهي بعد حتى هذه اللحظة أنا الإسبوع الماضي والإسبوع قبل الماضي اتكلمت وقلت لكم التواريخ المتعلقة بهذه المسابقات والنادي الأهلي ماشي في الطريق القانوني بشكل سليم جدا وعنده ما يفيد إن المشاركة دي بطلة النهاردة القرارات لطلع مركز التسويق والتحكيم واللي تم نشرها في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا والمواقع الرياضية بيقولوا حاجتين أولاً قبول طلب الأهلي بإلزام اتحاد القرى بتحديد بطل لمسابقة 99 وتحديد موعد للمباراة الفصلة إذن مركز التسويق والتحكيم خد قرار بإلزام اللجنة السباسية والتحاد القرى بتحديد موعد للمباراة الفصلة وقبول طلب الأهلي بإلزام اتحاد الكرة بتحديد موعد. ده شق رقم واحد. طب الشق الثاني المتعلق بمشاركة عدد من اللاعبين في مباريات الدوري. تحديداً مباراة الزمالك والجيش والزمالك والجونة وهلاء اللاعبين أو سيف فاروق عفر تحديداً كان لسه موقوف ولم يستنفذ العدد المباريات الموقوف فيها في مسابقة التسعة وتسعين. وشرحتها بكده قلت التوريخ وهو الموعيد والخطوات الرسمية اللي جات للأهل. ما نشر بخصوص أن طلب الأهلي بخصوص مشاركة هلواء اللاعبين هو عدم اختصاص غير صحيح بالمرة. ما نشر بخصوص مشاركة هلواء اللاعبين وطلب الأهلي ببطلان مشاركتهم عدم اختصاص غير صحيح بالمرة. القرار هو انتفاء المصلحة. بمعنى أن مركز التسعين والتحكيم قال انتفاء المصلحة. بمعنى أن النادي الأهلي ليس له مصلحة في مشاركة هلواء اللاعبين من صحتها أو عدمها ده قرار مركز التسوية والتحكيم هل في طعن واستناف على هذا القرار ما زال هناك طعن واستناف على هذا القرار هل القرارات اللي صدرت اليوم في صالح الاهلي تبقى للشق القانوني وبدراسة هذه الأمور الحكم في صالح النادي الاهلي بنسبة كبيرة ليه مركز التسوية والتحكيم خد قرار بقبول طلب الاهلي وإلزام اتحاد الكورة بإقامة المباراة الفصلة وبالتالي مركز التسوية والتحكيم أقار أن المسابقة لم تنتهي وإلزام الاتحاد أن المسابقة لازم يتحدد لها موعد عشان المباراة الفصلة تقام خلال الفترة اللي جاية وبالتالي هذا القرار معناه أن المسابقة لم تنتهي إذن طلب الاهلي بعدم مشاركة هلواء اللاعبين ومشاركتهم تعتبر بطلة هو طلب قانوني ولكن مركز التسوية والتحكيم من وجهة نظره انتفاق مصلحة إذن في الاستئناف على هذا القرار أمامك طريق للتقاضي مرة أخرى ثم بعد ذلك المحكمة الرياضية الدولية انتفاق المصلحة هنا هي معيار ممكن البعض يقول لك أصلا أنت ما كنتش الطرفي الثاني في المباراة وممكن البعض يقول لك يقول لك لا أنا منافس لهذا الفريق ومشاركتهم البطلة دي في التالي عدد فريق النقاط في نهاية المسابقة فاز بالبطولة وأنا كان لها الحق في أربع ست نقاط لو كانت حسبولي والتحاد الكورة ما طلعش قرار زي ده والأمر اتعرض عن لجنة الاستناف كان هيكون القرار غلط أو مشاركتهم غلط وبالتالي أنا من حقي أربع نقاط أو ست نقاط فأنا من مصلحتي أن أطعن على مشاركتهم لأن في فريق النقاط بالتالي لو تم خصمه أنا هكون بطل الدور ومشاركتهم أصلا بطلة ولو تتذكر على فكرة بعد المباراتين دول اللعبة دي نتواجدتش أصلا في أي قايمة لفريق زمالك حتى نهاية الدوري حتى نهاية الدوري وبالتالي الحكم إجمالا في صالح النادي الأهلي ولكن التنفيذ خلال الفترة اللي جاية فيه ما زالت أكتر من جهة تطعن على هذا القرار في الفترة الجاية سواء لاتحاد الكورة أو للنادي الأهلي يعني اتحاد الكورة لو عايز يطعن على إلزامه بإقامة دوري التسعة وتسعين ولمبارات الفاصلة يطعن قدام مركز التسعي والتحكيم النادي الأهل لو عايز يطعن على انتفاء المصلحة قدام مركز التسعي والتحكيم يطعن لنذاء الدرجات التقاضي المناسبة في هذه القضايا بعد كده عندك آخر طريل التقاضي المحكمة الرياضية الدولية الناس تقول لي طب ديجلة ودي آخر حاجة ديجلة لما رفع قضية في المحكمة الرياضية عشان يطلب أن فيه لعبة شركة في الدوري وكان عندها انظار تالت وإيقاف وبالتالي منفوض ما تشاركش وشركة ديجلة كان يجب أن يذهب لمركز التسعي والتحكيم بعد قرار لجنة الاستينام في التحاد الكورة قبل الذهاب للمحكمة الرياضية الدولية عشان كده المحكمة الرياضية طلعت قرار بعدم الإختصاص أعتقد أنا شرحت الموضوع قدر الإمكان ولسه الملف ده مفتوح الفترة اللي جاية والنادي الآن أنتم عارفين دايما في أي ملف بيفضل لغاية اللحظة الأخيرة يدافع عن حقه لغاية لما يصدر حكم نهائي بات ملزم لكل الأطراف الحاجة الأخيرة قبل ما أختم وطلع إلى فصل منتخبنا الوطني بكرة إن شاء الله منتخبنا الوطني في بداية مرحلة جديدة تصفيات كأس العالم الدوحة 2022 مباراة مع أنجولة على ستادة 30 يونيا في الدفاع الجوي مباراة الساعة 9 بتوقيت القاهرة نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في هذه المباراة لأن بعد أربع تيام عنده مباراة مع الجابون مباراة صعبة ومهمة جدا ماتش أنجولة على الورق المباراة سهلة لأن أنجولة مش منافس قوي أنجولة مش موجودة في كاس الأمم وبالتالي على الورق المباراة سهلة لكن داخل الملعب لازم يكون فيه تركيز كبير جدا من العيب عشان تعمل نتيجة طيبة لأن كمان المكسب مش مطلوب بس في مباراة بكرة لا بأنت كمان لازم تعمل نتيجة جابية في المباراة الثانية مع الجابون لأن أنت في النهاية أربع منتخبات مصر، أنجولة، الجابون، ليبيا ببيصعدش إلا منتخب واحد للتصفية النهائية في شهر مارس من العام القادم وكاس العالم في دولة عربية فمنتخب مصر بإذن الله إن شاء الله يكون طرف مهم جدا في كاس العالم وموجود بطولة زي دي في دولة عربية أعتقد هتبقى أفضل شيء لمنتخب مصر في ظل وجود جالية مصرية كبيرة في الدوحة خلال الفترة اللي جاية وكل التوفير لمنتخبنا الوطني بإذن الله في مباراة بكرة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف تريند الأهلي والجديد بخصوص تريند الأهلي والمحتوى اللي موجود في السوشيال ميديا أهلا بحضرتكم من جديد وفقر تريند الأهلي ونشوف مع بعض بقى المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا من الفترة اللي جاية دي ما عندناش أي مباراة محلية يمكن مباراتين بس لمنتخبنا الوطني في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم نبدأ مع بعض ونشوف الحساب الرسمي وصفحة الرسمية ليلة كورة على فيسبوك نشروا حصد الدوري المصري وقالوا المخيف محمد شريف أول لاعب يصل إلى الهدف رقم 21 في تاريخ الدوري المصري خلال موسم واحد منذ تتويج حسن الشزلي بصدار الترتيب الهدفين الدوري خلال موسم 74-75 فبتكلم في أكتر من حوالي 45 سنة برصيد 34 هدف طبعا الهدفين التاريخيين للأهل في الدوري كابتل محمود الخطيب 23 هدف محمد شريف 21 هدف ثم الشيخ طه اسماعيل 20 هدف وقدر محمد شريف يقرب من صدارة الهدفين برصيد 21 هدف الحاجة الثانية اللي معي صفحة فلاش كورة على الفيسبوك بيكلموا على الأرقام الأقصر صنع للأهدف الدوري المصري من أكتر لعيبة كانت عاملة أساسة في الدوري المصري علي معلول هو ملك الحلول في الدوري المصري أو كما يطلقوا عليه أسرع ديليفري في مصر الأكثر صنع للأهدف في الدوري المصري علي معلول 12 صنع 12 هدف حسين الشحات في المركز الثاني طبعا لعب النادي الأهلي 10 أهداف صنعهم ثم عمر الحلواني وأحد لعبي النادي الأهلي الناشئين وأحد لعبي النادي الأهلي السابقين مجد أفشا أيضا كمان 8 أهداف ثم عبدالله السعيد 7 وأحمد رفعت سبعة طبعا رقم مميز جدا العالم على لولكا زاهير أيصر وحسين الشحاد اللي تقلق بشكل كبير جدا في المراحل الأخيرة من الدور العام هذا الموسم طيب الحساب الرسمي للأهرام على تويتر بيتكلموا على أن الأهل هيعدل ليحة فريق الكرة في الموسم الجديد خلال اليومين اللي فات وخلال الأيام القادمة في اجتماعات مستمرة ما بين الكابتن محمود الخطيب مع لجنة التحطيط برئاس الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف لمسألة نشوف الفترة الجاية بالنسبة لإقطاع ناشئين الأكاديميات وأيضا كمان لائحة الفريق الأول اللي بيتم دراستها ومنقشتها مع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة صفحة الأهرام بتتكلم عن هذا الاجتماع والنادي الأهلي بيحاول يأمل لائحة بتشوف التطور اللي بيحصل في الكرة بشكل عام والمستجدات اللي موجودة في لوائح الأندية في الفترة الأخيرة عشان نشوف في الفترة القادمة مبدأ السواب والعقاب إزاي يكون موجود في الفريق الأول عشان توصل للمرحلة اللي أنت عايزها تحقق أبو طلاط وفي نفس الوقت كمان يكون كل حاجة مشى بالساعة بالزبط داخل قطاع الكرة والفريق الأول طيب كمان معي الحساب الرسمي للأهرام على تويتر بيتكلموا على أنه بيتسو موسيماني بيدافع عن بيرسي تاو بعد انتقاله للأهلي بيتسو موسيماني مبارح كان عنده حوار مهم جدا مع إحدى القنوات في جنوب إفريقيا واتكلم على بيرسي تاو قال هو لعب بريتون كان انتقل له منذ حوالي 30 ونصف أربع سنين بيسأله هل لعب لبريتون اللعب حوالي ست شهور هو عنده حالياً 28 سنة لسه قدامه يعني أربع سنوات بيبقى فيها التقلق يقدر يلعب فيها مباريات ويقدم مستوى كبير جدا الفترة دي أو العمر دا من لعب الكرة بيكون عمر المخزون اللي يقدر من خلاله يقدم أفضل مجهودة قاروي في الملاعب اتكلم كمان قال آخر مرة بيسأله آخر مرة شفت فيها بيرسي تاو إمتى وتابعته في المباراة إمتى قال لهم الناس كلها عارفة بيرسي تاو وامتبع مبارياته سواء مع منتخب جنوب إفريقيا أو حتى في فترة الإعارات اللي ظهر فيها مع أنديد الدوري البلجيكي عايز ألوك كمان على معلومة بيرسي تاو حالياً هو تاني كابتن في منتخب جنوب إفريقيا والنهاردة كان حاضر المؤتمر صحفي مع هوج بروس في جنوب إفريقيا عندهم أيضاً مباراة في تصفيهات كاس العالم وبإذن الله يخلص المباريات ويرجع بقى وياخد المشوار الرسمي ويبدأ معسكر الإعداد مع النادي الآلي خلال الفترة اللي جاية بيرسي تاو هيكون أحد أبرز اللاعبين في الدور المصري وانتقاله من الدور الإنجليزي للدور المصري كلاعب جنوب إفريقي عمل رد فعل إيجابي جداً لصالح النادي الآلي في وسائل إعلام في جنوب إفريقيا أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نكمل مع بعض بقى فقرات برنامج التريند أعلم بحضراتكم من جديد وبقى فقرات طبعاً تريند الآلي والجديد بخصوص السوشيال ميديا واللي كتب في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة نروح مع بعض ونشوف اللي كتب بخصوص السوشيال ميديا الوطن الرياضي والصفحة الرسمية لها على فيسبوك نشره رحيل محلل أداء النادي الآلي بقرار من موسمان والقبر مكتوب فيما معناه للكابتن محمود الخطيب المكلف من قبل مجلس الإدارة ورئيس النادي بتولي ملف فريق القورة قرر رحيل يوشا فالوديا محلل أداء الأهلي عن الجهاز المعاون للفريق النادي الأهلي بخصوص طبعاً عدم استمراره في الفترة اللي جاية الجديد في هذه الجزئية لأنا عايز أقوله أن بيتسو مسماني هو صاحب القرار طبعاً برحيل يوشا فالوديا وهذا القرار أخطر بمحل أداء عقب مباراة الجونة أثناء عودة الفريق إلى القاهرة يوشا فالوديا خلاص يمكن استقل الطائرة المتجهة إلى جنوب إفريقيا يعني استمر مع النادي الأهلي حوالي أكتر من 7-8 شهور في الفترة الأخيرة وكان ليه دور كبير جداً مع الجهاز الفني بدوره كمحل الأداء مع الجهاز الفني اللي اختاره بيتسو مسماني الفترة اللي جاية مين هيكون بديل ليه؟ هل بيتسو مسماني هيستعين بمحل الأداء آخر؟ ده يعني عرفه خلال الساعات القادمة بخصوص محل الأداء في فريق النادي الأهلي لكن يوشا خلاص ترك الفريق وغادر وعاد إلى بلده في جنوب إفريقيا المصري اليوم رياضي عبر حسابه من رسمي على تويتر نشر تفاصيل عقد عمر السلية واتكلموا على أن عمر السلية جدد مع النادي الأهلي لمدة 3 سنوات وكمان اتكلموا على أن السنة الأخيرة المتبقية في عقده من ضمن العقد الجديد يعني بالتالي مستمر مع النادي الأهلي خلال الأربع سنوات القادمة هننتظر الإعلان الرسمي اللي بالتأكيد الإعلان الرسمي من نادي الأهلي هيكون فيه كل التفاصيل المتعلقة باستمرار عمر السلية في الفترة اللي جاية في نفس الأمر أيضا كمان كان فيه كلام بخصوص حسين الشحات الصفحة الرسمية اللي في الجول بتتكلم على أن الأهلي يرفض عرض الحزم السعودي لضم الشحات جلسة أخيرة غدا لحزم الأمور طبعا حسين الشحات حاليا موجود مع المنتخب الوطني ولم يجلس مع أي نادي في الساعات الأخيرة مستمر مع النادي الأهلي وحسين الشحات مستمر مع النادي الأهلي ولم يترك النادي الأهلي سواء على سبيل الأعرق أو على سبيل البيع الأهلي متمسك بحسين الشحات وبيتسو مسماني متمسك جدا بحسين الشحات وحسين أصلا لا يفكر إطلاقا في الرحيل عن النادي الأهلي ملف ده مقفول وتمنى اللي بيكتب الأخبار دي يعني يشوف حد تاني لأن الملف ده تحديدا مفيش فيه اي سكة ان حسين حتى بيفكر يمشي ان حسين اعلانها كذا مرة هو مستمر في الاهلي ومسيماني سعيد جدا باداء حسين الشاحات في الفترة الاخيرة اخر حاجة معايا في تريند الاهلي ومتعلقة بقى مباراة السوبر الافريقي لكرة اليد ما بين الاهلي والزمالك مجمع صلاط دكتور حسن مصطفى يستضيف السوبر الافريقي بين الزمالك والاهلي طبعا كلنا نتكلم على مباراة السوبر الافريقي بين الزمالك والاهلي وهذه المباراة هتكون إن شاء الله يوم الجمعة الموافق 10-9 على مجمع صلاة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من اكتوبر وذلك بالتنصيق مع الاتحاد الافريقي لكرة اليد باعتبار ان الاتحاد المصري هو منظم البطولة إدارة الاتحاد تقدمت بطلب للحصول على موافق الجهات الأمنية لإقامة المباراة بحضور جماهيري وإلى أن يصل الرد على هذا الطلب إن الحضور يقتصر حتى الآن على عدد 40 فرد بحد أقصى لكل نادي يشمل أعضاء مجلس الإدارة بحيث كل نادي يكون باختار الاتحاد بالكشف المعتمد بأسماء المطلوب حضرهم إدارة الاتحاد وفت على حضور صحفي ومصور من كل جريدة مع إحضار خطاب معتمد من المؤسسة الصحفية وكمان في حالة رغبة المصور في التواجد وردية الصلاة هيكون في مسحة الكشف عن فيروس كورونا بي سي آر نتيجتها لازم تكون سلبية عشان تحضر المباراة كاس السوبر الافريقي هيشارك فيه الفائز بالبطولة هيشارك في كاس العامل الأندية اللي هي السوبر جلوبل هتصادفها المملكة العربية السعودية في أكتوبر المقبل دي كل التفاصيل الخاصة بكاس السوبر الافريقي بين الزمالك والأهلي وأعتقد هيكون فيه كمان فرصة لضم صفقات خلال الساعات اللي جاية اتنين لكل فريق قبل موعد هذه المباراة نتمنى توفيق كل النادي الأهلي في مباراة السوبر أمام نادي الزمالك بكورة الياد أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل بقى فقرات برنامج الترند ونشوف بقى آخر حاجة معنا في برنامج الترند النهاردة آخر حاجة معنا النهاردة في برنامج الترند الجزء المتعلق بمشاركة الجمهور على السؤال التي ترحناه في بداية الحلقة تعليقكم على قرار اتحاد القورة بفكرة يعني مصير بطولة الكاس بعد قرار الراحة السلبية حتى 21.9 إبراهيم ناصر بيقول مش هتتلغي هنكمل الأهل هياخدها بإذن الله طبعا هيصد مصابية الكاس إن شاء الله الفترة اللي جاية يوسف حسن بيقول نتمنى ما تتلغيش ونلعبها وناخدها إن شاء الله كمان رأي آخر أحمد جمال بيقول إن شاء الله بطولة كاس مصر هتكمل والأهل بطل كاس مصر الجمهور عايز البطولة تكمل عشان الآلي يكون فايز بالبطولة لأنه كمان خد بالكم الآله وحمل لقب كاس مصر العام الماضي محمد داشرف بيقول الإلغاء محمد إبراهيم مسعود بيقول الكاس هيستقنف والأهل هيكسبه بإذن الله كمان رضا البنة بيقول إلغاء والمشكلة في شكل الدوري الموسم القادم وبيتكلم عن المرحلة اللي جاية حتى بعد إلغاء الكاس عمر محمد بيقولها هتتلعب والأهل هياخدها بإذن الله إذن إحنا بيتكلم ما يقرب من حوالي 80 أو 90% بتكلموا إن البطولة لازم تتلعب وتستكمل والأهل بإذن الله هيكون فايز بالكاس مصر الأهل يخدوا بالك وحامل اللقف بالتأكيد بيسعى للاحتفاظ بكاس مصر العام عنده رصيد كبير جدا بالكاس أو حتى بالدور العام في السنوات السابقة عموماً خلال الفترة الجاية وتحديداً عاقب نهاية الأجندة الدولية المنتخبنا الوطني هنعرف في الموقف الفترة الجاية اتحاد الكرة يفضل كده مستني لغاية لما تخلص الأجندة وبعد 7-9 يبدأ الاتحاد بقى يعلن خطوطه اللي جاية الكاس هيتلعب؟ مش هيتلعب؟ طب لو يتلعب هيتلعب إمتى؟ السوبر الإفريقيا يكون جات له الموعيد قبل يوم 7-9 فيعرف الاتحاد يحط موعيد الكاس إذا كان هيستكملها طب لو لغاية الكاس يبدأ يتدوري إمتى؟ طب يتدوري مجموعة ولا مجموعتين؟ طب دوري من دور واحد ولا من دورين؟ كل التفاصيل دي وتفاصيل شائكة شوية بس هي دي كرة المصرية ودائما ملفاتها مفتوحة ودائما فيها تفاصيل وإصارة بغض النظر في مباراة أو حتى ما فيش مباراة بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله ألتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج الترينت شكرا وإلى اللقاء